ينضم إلينا سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي دكتور بداية لو تعرفنا على أهمية إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مسندم وكيف سينعكس على تنمية الاقتصادية هناك نعم يأتي إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في إطار الحرص السامي لمولاي حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم حفظ الله ورعاه ومن حيث الاهتمام بالتوازن في التنوى الاقتصادي بين محافظات السلطنة وتحقيق الاستدامة والتنمية في هذا الجانب وأيضا في إطار التطلعات الوطنية والمنسق ما كذلك مع رؤية عمان 2040 وكما هو معلوم أن إنشاء الجامعات في أي مكان ما وفي أي موقع ما له أثره وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية إضافة طبعا إلى الأبعاد العلمية والثقافية وفي تنمية المجتمع ونحن دائما نتطلع حقيقة في وجود هذه الجامعات وأيضا في وجود هذا الفرع تحديدا في محافظة مسلم أن يكون له دور ريادي في هذا الجانب بحكم أن الجامعة سوف تقدم برامج نوعية في هذا الجانب وسوف يكون لها تأثيرها على المجتمع المحلي في هذه المحافظة ونحتاج إلى مثل هذا الزخم من أعداد الطلبة ومن أيضا أعداد الموارد البشرية التي سوف تكون موجودة في هذه الجامعة ولذلك نرى أن هذه الجامعة وجود هذه الجامعة له أبعاد ونطمح أن تكون هذه الجامعة جامعة رائدة ونوعية في كل ما تعني هذه الكلمة من معنى سواء كان في تصاميمها الجديدة والمختلفة تماما وكذلك في برامجها المقدمة وأيضا في التقنيات التي سوف تقدم من خلال هذه البرامج النوعية التي سوف تقدم من خلال هذه الجامعة إذن ما الاختلاف الذي ستشهده هذه البرامج المقدمة في فرع الجامعة في مسندم؟ نحن حاولنا حقيقة بقدر المستطاع أن تكون هذه البرامج برامج مختلفة عن البرامج التي نقدمها في الفروع الأخرى لماذا؟ حتى نستطيع أن نستخدم أكبر عدد من الطلبة لأن نعلم أن الروافد في هذا الفرع سيكون من مسندم من ذات المحافظة ولكن الغالبين ستكون من مختلف محافظات السلطنة ولذلك أردنا أن تكون هذه البرامج نوعية مختلفة في مسمياتها في محتوىها في التقنيات الحديثة التي سوف ترتكز عليها ولذلك حددنا عدة برامج في مجالات مختلفة في الهندسة والتكنولوجيا بالاقتصاد وإدارة الأعمال في الحاسوب والمعلومات وكذلك أيضا حتى دخلنا في مسألة عداد المعلم العماني وهنا أقول عداد المعلم العماني أريد أن ننوه أن البرامج التي ستقدم في فرع الجامعة بالمسدم ستكون مختلفة عن تلك المقدمة في كلية التربية برساق ولكن هي امتدادا أيضا لها لربما أننا نقول أن هناك طيف واسع من البرامج الحديثة المرتكزة على المهارات المستقبلية المرتكزة على أيضا التقنيات الحديثة بما تحوي هذه الكلمة بمعنى هذه ستكون طرحة وتقديمة مبنية على مدى توافر المقومات سواء كانت هذه المقومات من بناء أساسية في المرافق والبناء التقنية الحديثة وكذلك أيضا في توافر الموارد البشرية الكفأة والقادرة على تقديم هذه النوعية من البرامج لأنه اليوم أنت إذا تريد أن تقدم برامج نوعية ومتقدمة وفي مجالات حديثة تماما تحتاج أيضا إلى أعداد القدرات والكفاءات الوطنية أو حتى غير الوطنية القادرة على تقديم مثل هذه البرامج حتى تستطيع أن تكون لديك ممكنة في تخريج مخرجات قادرة على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي أيضا لأن العالم الآن والشركات وحتى الجهات وحتى الحكومات الآن تنطلق من منطلق الاهتمام بالمهارات المستقبلية وهذا هو الأهم بالنسبة لنا في جامعة تقنية والعلوم التطبيقية دائما ما نركز على الجانب العملي على الجانب التطبيقي وعلى استقطاب الشركاء الاستراتيجيين فيما يتعلق بالمهارات الحديثة ولذلك ربما أنه نحن نجد الآن هناك إقبال على هذه الجامعة من الطلبة وكذلك هناك يعني أبنائنا وبناتنا الخرجيين والخرجات يتمكنوا من المنافسة وبقوة في سوق العمل وأيضا في العمل الريادي كذلك فمتطلعين إن شاء الله خلال الفترة القادمة المستقبلية أن يكون لنا دور أيضا في تنمية المحافظات والمشاركة في هذا الجانب وكذلك في إعداد الموارد البشرية الكفوة والقادرة وبناء القدرات الوطنية والقيادات المستقبلة إذن ماذا عن التسجيل في هذه الجامعة عبر القبول الموحد هل سيتم إدراج برامج الجامعة في القبول الموحد هذا العام نعم تم تسجيل مسبقا بعمل وزارة تعليم العالم مثلا بمجز القبول الموحد وأدرجت هذه البرامج التي سنبدأ بها في يناير من عام 2024 سنبدأ بمجموعة من برامج يلسل كل البرامج بحيث نكون قادرين على تقديم هذه البرامج بجودة عالية تتناسب مع توجهات هذه الجامعة وهدافها وغاياتها وأيضا متناسقة مع نعوية المخرجات التي نريدها لهذا الوطن والمستقبل هذا الوطن والاقتصاد أيضا ومواكبة للتوجهات العالمية لا نريد أن نكون أقل مستوى ومخرجاتنا لا نريدها أن تكون أقل مستوى من تلك المثيلة لها في الدول الأخرى إذن كان معنا هنا في الأستوديو سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا شكرا